فيديو جديد الإخوان ومراجعة جديدة للأفضل هاتف يمكنكم تشلوه في حدود الفين ومائةين درهم وأفضل هاتف كيقدمنا قيمة مقابل السعر خليكم معه سلام عليكم الإخوان كديرين كنتم من تكونوا كاملين بخير على خير محباب بكم في قناتكم اياتيك انفو ومحباب بكم في فيديو جديد كيفما شفتم المينياتور ام لعلواني الإخوان معنا أفضل هاتف كيقدمنا قيمة مقابل السعر في حدود الفين ومائةين درهم هاتف الاخوان كيجينام شركة تيكنو ليه هو تيكنو سبارك فان برو بلوس ديجا شفنا الاخوان تيكنو سبارك فان وشفنا تيكنو سبارك فان برو اليوم معنا البرو بلوس الاخوان هاتف كامل المراجعة ديالو ماضي تلقاهم في صندوق الوصف غادي نتعرف على اهم الخصائص ديالو واهم المميزات اللي كيجي بها واهم النقاط اللي كيتفوق بها على باقي المنافسين إلا كنتي مهتم بهذا الفيديو عندك بيجي ما بين الفين ومائة وخمسين الفين ومائة درهم خليك معي باش عارف اهم الخصائص ديالو ولكن انتي اول مرة كتشوف القناة تابونا وفعل زي الجرس باش دائما توصل بالجديد ديالو كذلك صاحب النجمال السف فيسبوك غادي نحط لكم الفيديو في هذا الباج اللي غادي اتضار امامكم وليت تذكير الاخوان ما تنسوا جدعمونا في الباج جديدة وفلاشين جديدة لخاصة بالنس ديال جيميك خاصة الناس اللي كيعشقوا السياقة هذه اللاشنال اخوان كيف ما كاتلاحظوا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف نتمنى تهجمو عليها ونبدأ الانبوكسين ديال الهاتف ونشوفوا ليس اكسسوار اللي معه كيف ما كاتلاحظوا هذا هو البواتي ديالو الفين برو بلوس اول حاجة الاخوان كالقوا هاد الكريطين ونقرنا بطبيعي الحال غادي نلقاو اهناي القارونتي ديال الهاتف للي كيجينا ب13 شهر عام وشهر الاخوان اناي عدنا باشكني نطويه السكرين لان الهاتف كيجينا معه السكرين كيف ما غادي تشوفوا وهناي الاخوان عدنا القوشطة ديال الهاتف كيجينا سيليكون تقنصبا اهناي قاو الهاتف غادي رجعون لي من بعد باش نشوفوا تصميم ذيالو الكي يتير نتيبه الشارجر ديال الهاتف كيجينا معه في العلبة قابل الشحن من نوع مع الهاتف طيب سيتا او ما كذلك ما شي جاك واخيرا اللي برابش كيجي بدولي ببوس وكارت ميمور هادو ما الهاتف كيجينا مع الهاتف كل شي فيها الاخوان من نقص متاشي حاجه احتم السكرين جابوها النامعه في العلبة اللي اجلنا نشوفوا تصميم ديال الهاتف الاخوان كيف كنت لكم كيتير انتباه من اول نظرة كين عدنا هذا السيركل كبير اللي خارج من طار ديال الهاتف كيف ما كتشوفو كين يجوج ديال الكاميرات وانا اخوان عدنا فلاش هاد سيركل جينا باللون ضوغي كيعطي جمالية اكثر الهاتف وكيف ما كتلاحظوا الظهر ديال الهاتف كيجينا بحليل الزلد وهذه ميزة الاخوان باش ما يخليش التليفون يتبصم وما يخليش يزلق مليا من ناحية الوزن ديالو ميو تسعد وسبعين جرام التليفون خفيف والسمك ديالو رقيقه الاخوان كيجينا بسبعة فاصلة مليمتر ما غديش يديرونجيك لك انت شده بيد واحدة اما بالنسبة للايطار ديالو كيجينا بالاليمينيوم لون ضوغي وكيف كتلكم كيعطي جمالية اكثر الهاتف وبالمناسبة الاخوان الهاتف كيتوفر على الاربعه ديال الالوان كيجينا نشوفه تصميم ديال الهاتف مقدمة الاخوان كيف ما كاتلاحظوا هنا الكاميرا ديال السيل في جاتنا على شكل نقطة مدمجة مع الشاشة كيجينا بواحد شكل اللي صغير وكاس عطي جمالية يكسر الحواف ديال الهاتف تقريبا من عدمين واللي يزوين الاخوان في شكل ديالو في الشاشة ديالو كجينا ايج كيف ما كاتشوفه كسعطي جمالي يكسر كذلك الاخوان هاتشي كامل هذا ما زال هذي نصرف على هات الشاشة الاخوان لكتع صبر من موقات القوة ديالو خليكم معي وتابعوا الفيديو حتى الاخر من الفق ديالاتي في كل قوة ميكروفول لكي يصفي الصوص وعندنا السماعة الخارجية التانية لانه الهاتف فيه ستيريو وهذا ينظروا على هذا المقطع من اللي يصر على الاخوان ما تقلقوا شيئا اما من اليمن فعندنا ازرار تحكم في الصوص وزير تشغيل واخرا من التحت لدينا بلاس لكارت سيم وكارت ميموار كي يخدم لنا دو سيم وكارت ميموار في مرة واحدة ميكروفول مكالمات مدخل الشاحن تايب سي وسمعة الخارجية كيف يقول لكم الاخوان الاخوان وهناي الاخوان شركة تيكنو كتقول لنا بان الصوت هناك يبصد 400% كيف ما لحظوا ما كيش مدخل كي 3.5 ميلي اما بنسبة الناس اللي غدا تسوني على البصمة الاخوان كيف ما تلاحظوا دروها في الشاشة هنا يا الاخوان اداء دياله هو هذا صراحة ضغيكة الساجب ما غضيش تقوم معها شي مشكل اداء دياله زوان والاهم انها مكتغلط من ناحية الاداء ما عندي ما نقول عليها الاخوان سريعة وضغيكة الساجب اجيو دابا معي الاخوان دوزول البطارية ديال الهاتف لكتجين بسعاس 5000 ميلي امبير كباقي المنافسين ما كنش صغير هناك لكن اللي زوين فيها الاخوان كتجين بالفات الشارج ديال 33 واط الناس اللي استخدام دياله معادي بدوز معك تحتال دجور بلما تحتال شارج التليفون امي لك انستخدام ديالك مكتف يدوز معك النهار كامل وكيف كتلكم الخاصية اللي زوين فيها انها كتتدعم 33 واط وضغيات شارج الهاتف ومديلكم شرطة ودابا الاخوان دوزول تتعرفوا على اهم نقطة كينا في الهاتف وليكتج تعتبر من نوقات القوة دياله اللي هي الشاشة بالنسبة لهات الشاشة اللي جاتنا في ديكنو سبارك فان برو بلوس جاتنا بحجم 38 بوس من نوع اموليد ديقة دياله فول اتش دي بلوس بلوس 1080x2430 بيكسل وبالنسبة العدل لبيكسل دياله كيوصل 393 بيكسل ببار انش كذلك الاضاءة دياله طالع الاخوان الناس اللي كتتخدم بره في الشمس فكتوصل الالف نيتس كل شيء سيبالكم مواضح وزوين وما ديش تلققوا مشكل في زوايا الرؤية اما بالنسبة للمعدل تحديد الشاشة فشاركة تيكنو حطت نيناء 120 هوتز كذلك الشاشة فهو 20 سعود وكتجين بطبقة حماية من كورنينج كوريلا غلاس الجيل الخامس كيف ما لحظتم معي الاخوان الشاشة بمواصفات صراحة ماضية ما خاصة حتى شي حاجة اموليد الاخوان كيف كنعرفوه الاخوان الكاليت ديال اموليد كيعطيونا افضل اداء الناس اللي كتفرج بش محتوى اولا كتس قصر بالتليفون فقد ساخدوه واحد غرافيز من اللي زوين كذلك 120 هرس ثلاثة وخفاف تنقل ما بين سطبيقات وحتى بالنسبة للناس اللي قيمي قد يتلقى ورح تكون في هذه الشاشة هذه زيد على ذلك الاخوان الف نتس إضاءة ديالها مزيانة كل شي كيبه لكم واضح وزوين وكيف ما كتلاحظوه الاخوان هذا هو التس دياله الوان فيها متشبهين غادي ساخدوه افضل اداء وافضل تجريبة مع هذه الشاشة اما يلجبنا نشوفه السيستم ديال الهاتف كينا نبازع على الاندروي 14 كيف ما كتلاحظوه بواجهة تكنول هاي او اس فرسيون 13.S اما بالنسبة لهذا الواجهة الاخوان كتعتبر مستقرة ما فيهاش المشاكل الهاتف كي جيناه 8 جيجا في الرام 250 جيجا في استوكاج في الاكستنسيون الرام كيمكن لكم تزيده 8 جيجا اخرى وكيف كنقول لكم الاخوان هذا الرام فيزيون كتتساعد تليفون على اداء اكثر وما تخليه شي تبلوند وواحد نقطة نشيريها الاخوان بالنسبة لهذا الهاتف فهو كيدعم الخاصيات الانف سي كيف ما كتلاحظوه زيد على ذلك الاخوان كي يجين مقاوم الماء والغبار بمعيار اي بي 53 اما بالنسبة الناس اللي غدا تسؤوني على الويفي واش كيدعم 5 جي طبيعي الحال الاخوان هاد الهاتف الاخوان كي سيبورتين مجوش فاصل 4 جيجا هيرتز حتى ال 5 جيجا هيرتز يعني الناس اللي عندها وفي 5 جي فهاد الهاتف كي سيبورته وما ننسوش الاخوان الخاصية لكي نديها الديناميك بار اللي كي نمع كاميرا دي سيلفي ونفو كنديروا التليفوني تشارجة كي طلعنا على هاد الشكل هادا وما الاخوان كي يخدموا على لعبة شتالي نوتيفكاسيون يبقوا يوصلونا على هاد الشكل هادا اما دابا الاخوان هادي ندوزوا النقطة دي الادا والمعالج ونشوفوا شركة تكنو اشمل بروسيسور خصارت لنا في هاد الاتف بالنسبة لهاد النقطة الاخوان شركة تكنو اعتمدت على الهيليو جي تعدو تسعين التماط كي يجينا بمعالج رسومية مالي الجي سبعة وخمسين ام سيدا كيف كان عارفوا الاخوان بروسيسور دي الهيليو جي تعدو تسعين دي جا شفنا في هاتف من قبل وشفنا في هال الفئة السيارية لكن هاد الالتماط الاخوان غادي اعطان واحد الادا ليزوين وخاصة الناس دي الهيليو جيمي جيم كلكم تعقولوا عليه اما بالنسبة الناس اللي كانت يخدم ديالكم عادي فما ديش تلقوا مشكل نهائيا مع هاد الاتف اداء دياله صراحة مخير خاصة مع 8 جيجا فرام كيف قلت لكم فيه الفيزيو ميجا بيكسل اللي كتزادله حتى الستاشل الشيك اما دابه الاخوان غادي نشوفوا الكاميرا ديال الهاتف ونشوفوا كذلك واتحته ما فيهم شي اداء اللي زوين ولا لا كيف قلنا الاخوان كينين نجوج ديال الكاميرا كيف ما كتلاحظوا الاساس ياجتنا بضيقات 180 ميجا بيكسل في ساعة ساعة 1.7 كتزدعم HDR وكتجينا بديجيطال زوم فواديس اما بالنسبة الكاميرا الثانية ديال الماكرو كتجينا بضيقات 100 ميجا بيكسل في ساعة ساعة 1.4 وكي يصور لنا الفيديو بالتوكي اما بالنسبة الكاميرا ديال السيلفي فجتنا بضيقات 32 ميجا بيكسل في ساعة 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 1.4 كذلك تصور لنا الفيديو بالتوكي سنجعلكم الاخوان مع بعض الصور من هذا الهاتف كي نشوفوا هاد الارقام هادو وش عندهم كالي تزوينة في التصاور او لا لا اشتركوا في القناة ودابا الاخوان من بعد ما شفنا جميع المواصفات ديال الهاتف شفنا الشاشة دياله كتجينا امولاد 120 هرتز الفنت كورني غوريلا غلاس جيل خامس شفنا البروسيس الذي يجينا بالهيليو جيل 90 كذلك الاخوان الكاميرا التي تجينا 180 ميجا بيكسل يمكنكم تعالوا على الكاميرا ديال الخلف اما ملاحظة الاخوان الكاميرا ديال السيلفي فكتجينا نقصة شوية وخطة 32 ميجا بيكسل البطارية 5000 ميلي امبير فات شارج 33 واط صراحة المواصفات ناضي وبالنسبة لثمن ديالون نسخة 8 جيكا فرام 250 جيكا فرام 250 جيكا فرام في الفيزيومي موارد وكيو الهاتف 16 كتدير 2220 درام من ناحية الوجهة النظر الاخوان الى كان عندك بيكسل في هذه القياسات 2220 درام فنصح بهذا الهاتف لانه يقدمنا قيمة مقابل السعر ومعندوش منافس في هذا الثمن هذا وبعض المواصفات هاتشي ليكينا الاخوان في هذا الفيديو وفي هذه المراجعة ما تبخلوش علينا بلاي لايك البارتاج مع الاصدقاء وكيف كلكم الاخوان ما تنسوش الدعموني في اللاشينج جديدة اللي غادي نحطها لكم في صندوق الوصف السلام عليكم